الثنائية والإقليمية والدولية وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق على المستويات كافة أخذت الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر ومريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها وفي هذا السياق اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن صورة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العلية المشتركة المصرية الموريتانية خلال هذا العام بما يخدم جهود دعم الإعلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أر التعاون والتنسيق إذا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جالي من آخر تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توفقنا حول أهمية دفع آليات العمل العرب المشترك بادة في الحفاظ على الأمن القوم العربي وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية وبحثنا أيضا آخر التطورات القضية الفلسطينية والجهود المبزولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على دروس عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمن محدد تنفيذاً للمقررات الدولية ذات السلة تشاورنا كذلك بشأن تطورات الأوضاع في السودان وأكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار وتكسيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين ومن هذا المنبر فإننا نحس جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها من ناحية أخرى تناولنا ملف سد النهضة الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حود النيل حيث أكدنا أن الأمن المائي المصري هو جزء ليتجزأ من الأمن المائي العربي وشددنا على أهمية حرث أثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأغز بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق مصالح دولتين المصب وذلك من أجل إبرام انتفاق قادوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية في ظل الدور الحي والذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشعل مع استمرار التنصيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي وموصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق الرقاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا العريقة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لقد أسعدني لقاؤكم اليوم وأنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبين الشقيقين ويلبي تطلعتهما متمنيا للشعب الموريتاني كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة ووجد الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر شكرا لكم